يأهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم منذ لحظات قدر النادي الاهلي يفوز ببطولة كأس مصر عن موسم 2022-2023 على حساب نادي الزمالك بهدفين دون رد هدف لإمام عشور جاء متأخرا في دقيقة 84 من صناعة البديل الرائع اللي قلب المباراة محمد مجدي أفشا أفشا بنفسه قدر يسجل الهدف الثاني في دقيقة 94 من صناعة إمام عشور الاثنين كانوا النهاردة بيوزعوا هدايا لبعض إمام عشور لأفشا وأفشا لإمام عشور هتشوفوا الأهداف حالا دلوقتي للي ما شافش الهدفين وأكيد كلكم شفتوا الأهداف يعني حدش بيسم مباراة زي دي والمباراة النهاردة كانت مباراة تفتح النفس هتقول لي تفتح النفس هقول لك والأهدف هي ده الجون الأول اللي سجلوا أمام عشور رجع الحكم حكم المباراة للبار وتم تأكد أو التأكد من الهدف الثاني يبقى كده أفشا بمهارة كبيرة جدا قدر يسجل الهدف التاني كان البديل الرائع في هذه المواجهة محمد مجدي أفشا طيب هتقول لي يا كريم أنت لسه حالا بتقول لي المباراة كانت رائعة في كل شيء أنت كانت عجباك المباراة هقول لك عن المستوى الفني إطلاقا ما كانتش عجباني خالص وأعتقد حضراتكم جميعا المباراة ما كانتش عجباكم هتكلم مع الجزئية دي بس تعالى الأول نلمي الإيجابيات والحاجات الحلوة اللي حصلت النهاردة عشان هم أكتر بكتير من حاجات الأوليلة قوي اللي ما كانتش حلوة منهم الأداء الفني للفريقين النهاردة على مستوى التنظيم فطبعا التنظيم كان رائع على مستوى الجماهير فالجماهير كانت رائعة على مستوى الروح الرياضية واحترام اللاعبين لبعضهم ما فيش بعد كده حدس ولا حرك وأنا هتكلم عن نقطة دي قبل ما اتكلم عن أي تفاصيل فنية في المباراة اللقطة بتاعة الممر الشرفي من النادي الأهلي من لعيب النادي الأهلي للعيب نادي الزمالك بعد نهاية المباراة وأثناء استلام الميداليات مشهد غاب عنا شهور وسنوات من الزعل والديق وإحنا ما نقفش للزمالك ممر والزمالك ما نقفش للأهلي ممر شرفي وإنه 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 شايف حلاوة الصورة شايف جمال الصورة واللي قبلها طبعا بيومين كنتوا شايفين مجلس الإدارة الأهلي والزمالك ومقاعدين مع بعض وبيتعشوا مع بعض وبيتغضوا مع بعض النهاردة الناس قاعدة دا حتى كنتوا أنا داخل اللقاء تشايف صور للزملاء اللي شغالين في قناة الأهلي والزملاء اللي شغالين في قناة الزمالك متصورين سلبي مع بعض كل حاجة حلوة كل حاجة جميلة على مستوى الروح الرياضية ما فيش بعد كده تمام تمام نيجي على مستوى بداية المباراة في مشهد النهاردة تاريخي والله تاريخي جوزي مورينيو داخل بكاس مصر على يمينه على شماله رونالدو البرازيلي الظاهرة أعظم مهاجم كيف التاريخ لابس تيشرت النادي الأهلي رونالدو لابس تيشرت النادي الأهلي مين بقى لابس تيشرت النادي الزمالك فرانشيسكو توتي أسطورة كرة القدم الإيطالية واحد أمهر اللي عابين اللي جنب في تاريخ الكرة مشهد تاريخي تاريخي هتقول لي إمكانيات وأمور مالية واقو طبعا طبعا بس عرفوا يا جماعة القيمة الكبيرة التصوخية المهمة جدا 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 للأهلي والزمالك في كل الدنيا أنت فاهم أنت فاهم حجم المنتج اللي عندك عامل إزاي عارف إحنا لو كلنا كلنا كمنظومة كاملة ركزنا في قيمة هذا المنتج وتأثيره هنكسب وهنعمل حاجات عظيمة جدا مشهد حلو بصراحة مشهد يفتح النفس أنت متخيل أنا مثلا لو لعب كرة لو لعب كرة داخل بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ المباراة بيسلم علي مورينيو بيسلم علي الظاهرة رونالدو البرازيلي بيسلم علي فرانشيسكو توتي يا سلام يا صلاة الزين يا حلوة المشهد يا حلاوة تتغنى والله يا جماعة الواحد هو أصلا بيشوف المنظر ده فتحبقه كده اللي هو بجد إذا بتخيل أصلا رونالدو داخل بتشيرت الأهلي توتي لا داخل بتشيرت الزمالك وفي النص مورينيو ومسل كاس مصر إيه ده خيال علمي ومش علمي كمان خيال إيه ده مش عارف مشهد كالحلوة أول فرضو من المشاهد الحلوة في المباراة